بمعنى ودايماً أنا بقول الحكاية دي إن في موهبتين موهبة التمثيل دي موهبة مستقلة بذاتها وموهبة النجومية زي ما كان أستاذ عباس العقاد دايماً في العبقرية بتاعته كان بيقول في سمات العبقرية سمات العبقرية دي في شخص ممكن مبقاش ممصر كويس إنما عنده بريق النجم إطلالته تقصد الكاريزمة فيها النجم كاريزمة النجم أه كاريزمة النجم الأول دي دي حاجة دي موهبة مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا نقدر أعملها إنت نقصتك الكاريزمة دي يعني التجربة قالت كده التجربة قالت كده قالت إن أنا أنت موصل شاطر بس ما انتش النجم الأول هي دي الحكاية أحليه مكنت إخدتك نحو النجم الأول في المصرح يعني أنا كان حلمي نجيب الرحاني وفقاد المهندس ومدبولي وعبنين إبراهيم وعبد الرحمان أبو ظهرة الجيل ده اللي حببني في المصرح الكوميدي ده هو ده اللي حببني في الحكاية وكان عندي حلم إن أنا بقى نمرى واحد في المصرح في المصرحية اللي أنا فيها نمرى واحد تيب وحصل إيه وحصل إيه ما حصلش الظرف ما أنفعش لأن إحنا جيل تلعنا كان مصرح القطاع العام بينزل شوية ما فيش بقى المصرحيات مين اللي نجم من أبناء جيلك اللي كانت متوفرة عنده الكاريزمة بنفس الوقت زيك زيه لا كتير يعني إيه ممكن فيه بني وبينهم سنوات قليلة في أشرف عباقي في هنيدي في أحمد آدم في إنما اللي ما كانش عندهم الكاريزمة ديه مثلا أنا صلاح عبدالله حجاجة عبدالعظيم اللي حصل إن إحنا تكويننا البدني والجسمي والشكلي ما فيهوش ده إحنا دايما عندنا إيه النجومية مرتبطة بمرحلة الشباب إحنا وإحنا شباب كان اللي بيعمل أدوار الشباب ناس كبار في السنة طب إيه الفرق بينك وبين هنيدي مثلا لأ هنيدي جي في لحظة كانت الساحة فضيت من الكوميديانات اللي في السينما ما كانش فيه غير أستاذ عاد الإمام بس بس الكوميديان اللي في السينما يعني هو أطفها بالوقت الصح مش برضه مش 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 هو العمل هو الظرف عمل كده وهو لأنه عنده وشاطر عرف يكسب من الزمن أو من الفترة اللي هو طلع فيها وفتح باب لناس كتير فتح باب لعلاق ولي الدين والأشرف عبدالباقي والآدم والأحمد حلمي